عودة الثقة، تألق النجوم الجدد وعودة القائد لهز الشباك العديد من المكاسب حصدها المنتخب المغربي خلال الفترة الماضية بعد تألق كبير في الخطوة الأولى من التصفيات المؤهلات لنهائية كأس الأمم الإفريقية 2025 سباق جديد بدأ بين الأندية الإفريقية خلال الفترة الحالية مع بداية مشوار التصفيات المؤهلة لنهائية كأس الأمم الإفريقية 2025 ومن بين هذه المنتخبات المنتخب المغربي الذي خرج بالعديد من المكاسب لم تكن الخطوة الأولى التي خطاها المنتخب المغربي في تصفيات البطولة التي ستقام في المملكة المغربية خطوة عادية لكنها جمعة العديد من الأمور التي استفاد منها أسود الأطلس بعد الإنجاز التاريخي في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم قطر 2022 مر المنتخب المغربي بحالة من التخبط مع عمل وليد الركراكي المدير الفني للفريق على إحلال وتجديد أسود الأطلس تعرض المغربة للفشل في بعض المباريات وتعرض بعض اللاعبين لأزمات فردية أثرت على رحلتهم مع منتخب بلادهم وعلى رأسهم القائد حكيم زياش الذي ما زالت مسيرته في حالة تخبط كبير المنتخب المغربي حقق الفوز في الجولة الأولى برباعية على حساب منتخب الجابون ليحصد نقاطه الثلاث الأولى في مشوار التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية رغم أنه يضمن التواجد في البطولة من الأساس كونه البلد المنظم الفوز العريض الذي حققه المنتخب المغربي منح الفريق بالكامل الثقة التي فقدها في الفترة الماضية كما أعادت ثقة لعدد من اللاعبين رغم حالة الجدل التي أثيرت بسبب مشهد بين إبراهيم دياز وحكيم زياش حصل المنتخب المغربي على رقلتي جزاء في هذه المباراة وطلب دياز من زياش تركه يسدد الكرة في المرتين وكان الرد واحدا وهو الرفض وكان من الواضح أن دياز يبحث عن هدف يمنحه الثقة في رحلته مع المنتخب الذي اختار تمثيله مؤخرا زياش كذلك هو الآخر كان في حاجة لتسجيل الهدفين كونه يبحث عن استعادة الثقة في نفسه بعد حالة التقبط التي عاشها مع الأندية في الفترة الماضية ومنذ الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي وفي الوقت الحالي كذلك مع جلتا سراي التركي بعد ذلك نجح دياز في هز الشباك ليحصل على دفعة الثقة التي بحث عنها كما جاء أيوب الكعب بالهدف الرابع ليطمئن الركراكي على خياراته لقائمة أصود الأطلس وأن هجومه في أمان أضف إلى ذلك عودة سوفيان رحيمي الذي غاب عن المنتخب المغربي لفترة بعد تألخه الكبير في النسخة الأخيرة من دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس الفين وأربعة وعشرين في المباراة الثانية عن المنتخب المغربي من حالة التعادل الذي سيطر على اللقاء أمام ليسوتو حتى اللحظات الأخيرة لكن يبدو أن الثقة التي اكتسبها دياز كانت الحاسمة ليسجل هدفا في الوقت القاتل يمنح أصود الأطلس الفوز والعلامة الكاملة في هذه المرحلة من التصفيات الإفريقية ترجمة نانسي قنقر